اشتركوا في القناة الزهب انا بقى لي فترة كنت بكلمكم وقولكم يا جماعة ان هو هيطلع فوق الالفين دولار والكلام دوت بان شهور وصل الموضوع ان انا لقيت فيديو لي كانت سنة 2017-2018 وقلت ان انا ان الدهب حيطلع لالفين دولار ستخطر الفين دولار هموما ان هادا سهر الالفين دولار كان سهر الالفين دولار كان سهر الالفين دولار خلينا نشوف الاتشاط اللي بيحصل هنا حيث ان نفهم ايه اللي بيجرى بالنسبة لوضع السوق احنا كنا متكلمين برضو من فترة وكنت عامل رسم بياني وقلت لكم يا جماعة ان هو سيكون فيه انطلاق وكانت التوقعات هنا ان انا قلت ان هو هيهبط حتى هي كان بدايتها الاكس هنا وهو بدايتها الاكس وبعد كده قلت الاي بعدين قلت بي سي وبعدين حيطلع اللي حصل ان هنا كان بدأ انا كنت بتكلم هنا ده كان في فيديو اخيز هنا وهو في القناة قلت لازم ان هو يهبط لمنطقة الدعم ومن منطقة الدعم سيصعد الى منطقة مقاومة ومن بعدها يهبط بعدين يطلع بعدين اللي حصل ان هنا اخترق في المقاومة واستمر واستمر لاعلى والدي اللي هي الهدف بتاعنا اللي كان سيكون لهو احتمال يكون الفين عفوا الفين دولار و الفين ومية دولار الفين ومية دولار عموما في عندنا خط مقاومة هو يكد يعني يخترق في الفترة القادمة دي اللي هو يعتبر اللي هو الفين دولار وسبعة وستين او الفين دولار وحنقولي واحد شرعين طيب ايه اللي بيحصل هنا من الممكن احنا نشوف ان لو بصينا على الشمعات لاربع ساعات هنلاقي ان بدأ ان هو يضعف وده شيء طبيعي جدا ولكن مش معنى كده ان احنا من الممكن ان احنا نشوف هوتس قوي في الاسعار لكن شايفين ان هو الشكل المجتمر دوت بدأ ان هو يلمس يجي هنا عند منطقة معينة وبقى فيه خط دعم قوي وهو 3056 حتى لو نزلنا عنده 3050 بغضو يعتبر خط الدعم بتاعك اذا هبط عنده وانطلق ممتاز جدا اذا اخترقه يبقى انا ما اظنش كانت انا ما اظنش لكن لو نزل تحت خط المية 100 مية والمية 200 هي مية يبقى احنا كده هنشوف فبوس سعر قوي ممكن ان ينزل من مناطق زي 7994 او حتى ينزل عنه ولكن الى الان الكلام ده مش منطقي بالمرة الا اذا حصل دائما انا بقول لكم كده انه هو نازل تحت خط المتين يمي ساعتها حنلاقي ان يحصل حاجة داي هنا ولكن برضو حتى ديت انا شايف ان خط الاخير يعني دي هو في الوقت الحالي هو 1881 اتمنى ان انا اكون اجابت على اسألتكم واتمنى لكم الربطة في السلام عليكم اشتركوا في القناة